أقوله أن اللعيب المصري بتفرق معايا جداً فكرة إزاي المدير الفني بيشتغل معايا يعني وفيك برضو مدرسة تقولك إيه ومش عالف أنت مع المدرسة دي ولا ليك وجهة نظر مختلفة أقولك أنه المنتخب مدرب وطني النادي مدرب أجنبي تركبتنا في مصر كده هاي المعادلة ماشية كده لا لا مش مع ده خالص لأن أنا كنت مبسوط وسعيد جداً بفترة مستر كوبر برغم أنه تعرض لانتقادات كبيرة جداً وصلنا كاس عالم ووصلنا بعد 28 سنة أنت توصل كاس عالم والناس بتطلع بتنتقد سلوب لعبه أو طريقة لعبه اللي هو إلعب على صلاح أو ده بيدافع بس أنا مع أنت هتحقق إيه لأن أنت سواء كابتن حسين مقاويم دير فني المنتخب أنت أهدافك إيه هتوصل أو مش هتوصل لها هتوصل كاس عالم أو مش هتوصل كاس عالم هتاخد دوري أمم أفريقيا أو مش هتاخد بطولة أمم أفريقيا فهنا المدير الفني بيتأسبل بالنتيجة بنتيجتك إن ده حققت لما هو وصلني كاس عالم بس أنا رحت عملت إهنك يا كابتن حسين يعني ولا هو النتيجة بالنسبة لك وصول لكاس العالم فقط يعني ما إحنا لما نبقى محرومين 28 سنة دي مش يعني دي مش غلطة الجمهور ومش غلطة الكرة في مصر دي غلطة حاجات كثيرة جدا يعني مش مفترض أنه دولة زي مصر تفضل 28 سنة مش 28 إحنا منتكلم على 28 سنة مش مفترض أن دولة زي مصر 28 سنة بتوصلش كاس عالم يعني ده شيء مش طبيعي على فكرة هنا بترجع على مسؤولية الاتحاد المصر مش معا أنه هو وصلني يقول لي كفاية أنه أنا وصلت يا برضو يعني كامل احترام والتبطيل لا هو التموح والهدف ما كانش كده أنه أنت برضو عايز تقدم عرض كويس في كاس العالم عايز تتأهل الدور اللي بعد كده في كاس العالم لكن أنا بكلمة حضر لك على الإنجاز اللي إحنا وصلنا له ولا أنا بتمنى أنه يتكرر آآ وحنا نستنى 28 سنة سنة يا كابتان أحمد والله أنا بتمنى أنه ما نعودش أكتر مئة يعني ما نعودش لا ده أنا جايلك في كاس العالم ده أنت هتروح مني فين ده أنا لسه بقول لك أنا التتويق بأفريقيا تقول أهم من ده أنت عندك كاس عالم 22 22 22 بس أنا متطمن 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 لمجموعة اللعبة الموجودة يعني كابتان أحمد عادة بيقول منتخب مصر بتشكلته الحالية بالأسماء الموجودة فيه تحت قيادة كابتان حسين بدري قادر على التأهل لكاس العالم قادر بإذن الله لأن أنت عندك مجموعة اللعبة جربت ده جربت التأهل بيبقى عامل إزاي جربت أننا لما المعسكر بتاعي بيبقى فاكج بيبقى عامل إزاي المعسكر بتاعي إحنا من نوعية اللعبة المصرية هي دماغها كده أن أنت لازم تقفل عليه في معسكر لازم محدش وإلا وإلا تشوف نتاياك سلبية النتاياك سلبية وجربنا جربنا سواء في كاس أمم أو في كاس العالم إن المعسكرات لما تفتحت والناس كلها بيت موجودة القوض كانت يعني بشكل غير جيد مفيش سيطرة لكن لما بتسيطر على على قوض المنتخب بتسيطر على قط اللبس بتسيطر على مجموعة اللعبة الموجودة هتشوف نتاياك إيجابية لأن احنا نوعية العيب المصري كده لازم مش بقولك تحبسه بس لازم تسيطر عليه نوعية اللعيب المصري لا يتحمل مسؤولية بمفرده لابد أنك تجبره على تحمل المسؤولية أكيد أكيد وده اللعيبة اللي بتكلم في القوام كله اللي موجود هو جرب وإحنا لما خرجنا من دور 16 في كاس الأمم وقرب لما وصلنا كاس علم كانت الدنيا عاملة إزاي حاليا فيه لعيبة تلعب في المنتخب بإسمها فقط لا أنا شايف كل اللعيبة من أفضل النمازج على مستوى الاحتراف أو على مستوى الدوري المصري وما دول من أفضل ويمكن زي ما كنت بكلم حضرك في الفاصل إن كابتن حسان بدري هو كل تركيزه على الفرق اللي هي في المقدم